اشتركوا في القناة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فنستكمل درسنا في هذا الكتاب المبارك لمع الاعتقاد وقد ذكر المؤلف من جملة الصفات التي ثبتت لله عز وجل بالكتاب والسنة صفة الكلام فقال عليه رحمة الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى فكلم الله موسى تكليما فقال سبحانه يا موسى إني يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقال سبحانه منهم من كلم الله فقال سبحانه فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فقال سبحانه فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله فقال عبد الله بن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه البخاني معلقا مجزوما به وروا عبد الله بن أونيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاتا غرلا بهما فيناديهم بصوت فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى ليلة رأى النار فهالته ففزع منها أو ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى لكن هذا الأثر لا يصح ولهذا علق ابن عتيبين عليه رحمة الله على هذه الصفة تعليقا جميلا فقال والشيخ علق على قوله متكلم بكلام قديم فقال يعني قديم النوع حادث الأحاد لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والأحاد لكن المؤلف قال قديم ولم يفصل لم يقل يتعلق بالنوع والأحاد لكنه قال قديم وسكت وهذا لا ينبغي أن يسكت عليه لأن هناك من يقول من الفرق المخالف لمذهب أهل السنة من يقول إن كلام الله قديم ولا يؤمن بأنه يتكلم متى شاء إذا شاء وهم الذين يقولون الكلام النفسي ولهذا لا بد من توجيه كلام المؤلف كما وجهه الشيخ ابن عثمين عليه رحمة الله وكلام المؤلف يوجه لأن ظاهر كلامه أنه ينقل مذاهب أهل السنة والجماعة وأنه على منهج أهل السنة والجماعة قال سمعه موسى من غير واسطة لقوله تعالى وأنا اخترتك باستمع لما يوحى وسمعه جبريل لقوله تعالى قل نزله روح القدس قل نزله روح القدس من ربك وقوله ومن أذن له من ملائكته ورسله أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وأنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك قوله ويأذن لهم فيزورونه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وقال وقول ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وذكر ابن خزيمة في طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا لكن ثم قال القول في القرآن القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوف منه بدأ وإليه يعود فهو كلام الله حروفه ومعانيه دليل أنه من كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ودليل أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوق ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان كما ورد في حديث حديثة مرفوعة واليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية رواه ابن بانجة في كتاب الفتن وصححه الألباني قال والقرآن حروف وكلمات وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدل ثمانية أن الكفار قالوا إنه شعر ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات إن الله تحدى المكذبين به أن ياتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو إن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة قال الشيخ ابن عتيمين عليه رحمة الله صححه المولف يعني قال حديث صحيح ولم يعزه قال ولم أجد من خرجه ومعنى فأعربه من قرأ القرآن فأعربه يعني تلاه ولم يلحن فيه وقول علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله وإجماع المسلمين كما نقله المؤلف على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر ثم ذكر أوصاف القرآن وقال أنه كتاب الله المبين أنه حبل الله المتين أنه سور محكمات أنه آيات بينات أن فيه محكما ومتشابه أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة أنه بريء مما وصفه به المكذبون من قولهم إنه شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين هذا فيما يتعلق بكلام الله عز وجل هنا ذكر الشيخ صالح مراتب للقرآن العظيم فقال المرتبة الأولى مرتبة الكتابة يعني أن الله عز وجل كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ وهذا ظاهر بقوله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون فالله جل وعلا قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الأزل يعني حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون جعل فيه القرآن مكتوبا وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به فهو جل وعلا جعله مكتوبا في اللوح المحفوظ وذلك لسعة علمه جل وعلا فهو يعلم ما سيوحيه لعبده محمد صلى الله عليه وسلم فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ المرتبة الثانية مرتبة الإنزال الإجمالي ثم بعد أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن جميعا الذي في مرتبة الكتابة جعله في بيت العزة في السماء الدنيا كما روي عن ابن عباس أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنيا قال ابن عباس ثم أنزل منجما على ثلاث وعشرين سنة المرتبة الثالثة مرتبة الكلام والتكلم به وهذه هي التي يخص بها وصف القرآن لأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن إنما كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فتكلم الله جل وعلا بهذه الآيات أنما كان بعد أن كانت المجادلة وبعد أن حصر من المرأة وزوجها ما حصر فقوله جل وعلا قد سمع هذا حادث بمعنى جديد ليس بقديم وهذا كما وصف الله جل وعلا يعني الكلام الذي تكلم به الله حادث وإلا هو مكتوب في اللوح المحفوغ وهو منزل في سماء الدنيا لكن الله تكلم بهذا فسمعه جبريل بعد أن قالت المرأة لأنه قال قد سمع وأما كونه قد كتب في اللوح المحفوغ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فذلك لعلم الله أنه سوف تحصل حادث كذا وأنه سوف ينزل فيها قرآنا كذا فذكر هناك لكن الكلام الذي تكلم الله به فهو بعد أن قالت المجادلة ما قالت وهذا الذي يدل عليه قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني كلام يسمعونه فهو محدث التنزيل محدث التكلم به فليس تكلم الله جل وعلا بالقرآن قديم كما يزعمه أهل البدع ولهذا أستدرك على المؤلف هنا لما قال بكلام قديم بل تكلم الله جل وعلا به بمشيئته جل وعلا وإرادته واختياله حسب ما يوافق حكمته قال والناس في القرآن على مذاهب الأول قول من يقول إنه معنى نفسي الثاني قول من يقول إنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة الثالث من يزعم أن جبريل أخذ القرآن من مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكره السيوط وهو قول باطل لأن جبريل سمع ولم يكن أخذ من اللوح المحفوظ ثم قال فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ يقصد أين أنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني قول جبريل فهو الذي بلغه وليس هو الذي تكلم به من عند نفسه فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ فإنك إذا سمعت مني كلاما أنقله عن أحد أهل العلم فإنه يكون القول قولي ولكن الكلام كلام من أنقل كلامه ففرق بين القول وبين الكلام وهذا لم يتفطن له كثير من من زعم أن في هاتين الآيتين نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم به وأنه ليس هو قول الله جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القرآن فالقرآن لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم صار قولاً له يعني هو الذي قاله لنا بعد أن سمعه من جبريل بعد أن سمعه جبريل من الله عز وجل قال فنتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه قديم النوع حادث الأحاد ما معنا حادث الأحاد قديم النوع يعني أن صفة الكلام ملازمة لله عز وجل فكما أن الله عالم فهو متكلم فهو سبحانه وتعالى يتكلم وكما أن صفته سميع وبصير هي ملازمة له لكن الكلام الذي يتكلمه مع جبريل ومع موسى ومع أهل الموقف ومع غيرهم هذا حادث الأحاد هذا المراد بحادث الأحاد وأنه يتكلم بصوت يسمع لأنه لم يكن بحروف وصوت فكيف يسمعه موسى عليه السلام وأنه يتكلم بصوت يسمع وأن كلامه حروف سمعه منه موسى عليه السلام ويسمعه منه جبريل والملائكة ويسمعه الناس يوم القيامة وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرض وأن كلامه لا يأتي من جهة وإن ما يأتي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال بدون أن يكون من جهة واحدة وهذا من عظيم اتصاف الله جل وعلا بهذا الوصف هذا بناء على أن الحكاية التي جاءت عن موسى صحيحا وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله وإذا تلي على الأنسنة فهو كلام الله جل وعلا فإذا تلي نقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري ثم قال المؤلف عليه رحمة الله والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب أولئك في حال الصخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وهذا حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه للرؤية بالروية لا للمرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير وتعليق الشيخ بن عدمين عليه رحمة الله على هذه الصفة قال ورؤية الله بالآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف ثم ذكر الآيات التي ذكرها المؤلف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته وهو حديث متفق عليه وهذا التشبيل الرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى وهي رؤية حقيقية تليق بالله وفسرها أهل التعقيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين ونرد عليهم بأن هذا خلاف ظاهر القرآن وبأن هذا خلاف ما قرره السلف الصالح وبأنه لا دليل على كلامهم البتة ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد هذه الصفة صفة الإرادة والمشيئة وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد فقال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المستور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء يطيعوه جميعا لا طاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون فقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وروا بن عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت كما رواه مسلم في صحيحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوة الوتر وقني شر ما قضيت وذكر الشيخ صالح هنا قال وكثير من أهل العلم منهم ابن القيم وغيره يقولون لا فرق بين القضى والقدر فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء فيتواردان قالوا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان المرتبة الأولى ما يسبق حصول المقدور بالزمان يعني ما كان في الماضي والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدور أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين الأولى هي العلم وهذه سابقة فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة والثاني هي الكتابة كتب جل وعلا مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماض وأما المرتبة الثانية وهي ما يواكب المقدور فتضم مرتبتين أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا وعلا به قد أذن الله به كونا فطاعة المطيع إذن فطاعة المطيع أذن الله جل وعلا بها كونا ومعصية العاصي أذن الله جل وعلا بها كونا وكفر الكافر أذن الله جل وعلا به كونا والمصائب التي تصيب العباد أذن الله بها كونا لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فما يشاء العبد داخل في مشيئته ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فجعل مشيئة العبد تبعا لمشيئة الله جل وعلا وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا بل إذا شاء الله جل وعلا أن يكون كان المرتبة الثانية وهي الرابعة من مراتب القدر لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه فالله جل وعلا خالق كل شيء كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل قال هذا الأمر بمراتبه الأربع هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة فعندهم القدر هو علم الله وكتابته ثم مشيئته ثم خلقه جل وعلا ونفات القدر قسمان الطائفة الأولى قدري غلاه وهؤلاء هم نفات العلم الأولي الأجلي وهؤلاء فرقة انقرضت وهي التي قال فيهم أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم فإن هم أقروا به خصيم وإن أنكروه كفروا وهم الذين يقولون إن الله لا يعلم ما يفعله الناس إلا بعد أن يقع وأن يحصل وهذا كفرهم ظاهر لأنهم أنكروا علم الله المحيط الشامل الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد وينفون القدر ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويقابلهم الجبرية وهم قسمان الجبرية غلاة وهم الذين يقولون إن المرأة ليس له اختيارا أصلا بل هو كالريشة في مهب الريح وهذا اعتقاد الجهمية وطواف من الصوفية الغلاة وهم موجودون إلى اليوم والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة وهؤلاء هم الأشاعرة فإن الأشاعرة يقولون بالجبر لكنه جبر في الباطن دون الظاهر يقولون ظاهر المكلف أنه مختار لكنه في الباطن مجبر ولهذا اخترعوا لفظ الكسب فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب وقال إن الأعمال كسب للعباد واختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من 12 قولا لكن خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم ولهذا قال بعض أهل العلم ذكر قصيدة فيها أن كسب الأشعري لا يعقل ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعتة الرسل قال الله تعالى لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونعلم أن الله عز وجل ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل ما أمر وما نهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم ترجى كل نفس بما كسب لا ظلم اليوم فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يججى على حسنه بالثواب وعلى سييه بالعقاب وهو وقع بقضاء الله وقدره طبعا هنا أنتقدت عبارة وكسبا لأنه من مصطلحات الأشعرية لكن قوله هنا فدل على أن للعبد فعلا ينفي أن يكون المؤلف على مذهب الأشعرية وكسبا يججى على حسنه بالثواب وعلى سييه بالعقاب وهنا تعليق الشيخ عليه قال ذكر الإمام بن قدامى رحمه الله لفظ الكسب وهذا الموضع من من تقد عليه أيضا وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعر وإن كان جاء في القرآن قال وجاء في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنا ليس بصحيح كما عليه أهل البدع فقوله جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني عملت فالكسب في القرآن هو العمل أما عند الأشاعر ومن شابههم من المبتدعة فاستعملوا الكسبة بمعنى أن العبد يكون محلا لفعل الله جل وعلا يعني هو ما هو فاعل وإنما محلا لفعل الله وهذا الذي جعلهم يقول أنهم في الباطن جبريا فيقولون هو كسب الفعل لأنه محله ولا يجعلونه فاعلا حقيقة ولكن الحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة والله جل وعلا هو الذي خلق فعله فيضاف الفعل إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واختيارا وعملا فهو فاعل لفعله حقيقة والله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله وبهذا يتبين لك مجمل اعتقادها للسنة والجماعة في مسألة القدر وهي مسألة مهمة ولنتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه القدر سر الله فلا تفشه يعني أن القدر من الأسرار الذي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص فقد جاء في بعض الأحاديث وإذا ذكر القدر فأمسكوه لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصير فإنه يقع في الظلال وسبب ظلال الخلق أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة ثم ننتقل إلى هنا انتهى مبحث الأسماء والصفات ونحن نستعجل لأنه لم يبقى لنا إلا الدرس القادم بإذن الله عز وجل لعلنا نخلص الكتاب فتكلم عن الإيمان وقال والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان الإيمان قول باللسان ويقصد التلفظ بالشهادتين وعمل بالأركان يعني عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وعقد بالجنان يعني ما يكون في القلب من التصديق والإخبات واليقين والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والمحبة هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان يعني إذا زاد العبد في الطاعات فإن إيمانه يزيد وإذا وقع في العصيان فإن إيمانه ينقص قال الله تعالى وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق وهذا الحديث متفق عليه فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى فجادتهم إيمانا هذا دلال على أن الإيمان يزيد فجادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعلهم متفاضلا قال هنا الشيخ هذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ومن أوائل المسائل الواقعة لهذه الأمة مختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان مسألة الإيمان هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ وهل الإيمان يتبعض؟ يعني هل يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاض قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فافترق أهل البدع في ذلك على أقوال منهم من يقول إن الإيمان قول واعتقاد وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان وهؤلاء يسمون المرجعة والمرجعة على قسمين القسم الأول غلاة المرجعة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة معرفة القلب لا غير وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة وهي طوائف متنوعة والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعاً للإيمان وليس منه وليس من مسمى يعني أن العمل ليس ركناً في الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به وهؤلاء يسمون مرجعة الفقهاء وكثر هذا في الحنفية يعني أتباع الإمام أبي حنيفة لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وطائفة أخرى خالفت وقالت إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه فليس متفاضلاً يعني شيء واحد فإذا عمل العبد الكبير فإنه يذهب جميع إيمانه فالإيمان على حالين إما أن يبقى وإما أن يذهب وليس الإيمان متبعظاً يزيد وينقص قد يذهب بعضه ولا يذهب أصله وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحى نحوهم من من يقول بتكفيري مرتكب الكبيرة والذين نحوا نحوهم هم المعتزلة وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان هو ما جمع خمسة أمور هي أولاً اعتقاد القلب الثاني قول اللسان الثالث العمل بالأركان الرابع أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن الخامس أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عن من خالفهم بهذا الأصل وهنا إشارة لطيفة قال ينبغي أن يعلمان أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل لأن المؤمن قد يترك أعمالاً كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناً لكنه لا يسمى مؤمناً ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل يعني إذا تلفظ بالشهادتين لكنه لم يعمل شيئاً لا يصلي ولا يصوم ولا يجكي ولا يحج ولا يمتنع عن المحرمات ونحو ذلك وهذه مسألة افتراضية يعني يعني لا يوجد إنسان بهذه الحالة والعياذ بالله فإذا وجد فهذا دلالة صريحة على أنه ليس عنده إيمان لكنه لو فعل بعض الشيء وترك بعض الشيء فهذا لا يحكم بكفره إلا إذا ارتكب المكفرات التي تنقض الإيمان قال ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمناً فالجواب أن هذا ليس بمؤمن لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي في أبحاث كثيرة في الإيمان لا نستطيع أن نمر عليها بهذه العجالة ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدنا أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه هنا هو يتكلم عن الغيبيات وكيف أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بالأمور الغيبية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه وهل يمكن أن يأتي شيء ونجهله لا نعرفه قد يجهل بعضنا كما مر معنا في موضوع المحكم والمتشابه وأن منه مطلق ومنه نسبي وأن المطلق لا يوجد بالكتاب والسنة بأنه يوجد شيء لا يعرف الناس جميعاً معناه وإنما يعرف بعضهم معناه وبعضهم لا يعرفوا معناه مثل حديث الإسراء والمعراج يعني نصدق به حديث الإسراء والمعراج وكان يقضة لا مناماً يعني أن الرسول عليه وسلم أسري به وهو يقضان وليس في حال النوم يعني ليس روية وحلم رأى الرسول عليه وسلم فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات يعني لو قال أني رأيت روية أنني ذهبت للمقدس وعرجت إلى السماء فإن قريش لا تنكر هذا لما يقول ذهبت أنا بنفسي فهذا هو الذي ينكرونه ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه وهذا حديث متفق على صحته فلا يجوز أن ينكر ذلك فإن العقلانيين ينكرون مثل هذه الأمور الغيبية مثل شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ولطمه لموسى تجدون بعض المتأثرين بالعقلانيين ينكر هذا يقول هذا لا يمكن ولا يعقل ومدام أن أمر غيب وصح به الخبر فنحن نؤمن به قطعا قال ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله وخروج ياجوج وماجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل وهذه كل عليها أحاديث سحاه كما في صحيح مسلم عن حذيفة بن مسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تضرد الناس إلى محشرهم قال ونؤمن بعذاب القبر ونعيم وأن عذاب القبر ونعيم حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة كما في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أو الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق كما جاء في الأحاديث فيفسح له في قبره مد بصرة وكما جاء فيما يتعلق بالمنافق والكافر أنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه إلى غير ذلك من الأحاديث ولهذا قال الشيخ وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد وهو أنه يسلم لكل نص دون دخول في حقيقة المعنى لأن الأمر الغيبي إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى باريها لأنها أمور غيبية ثم قال المؤلف عليه رحمة الله والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفق إسرافيل عليه السلام في الصوف فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ويحشر الناس يوم القيامة حفاتاً عراتاً عراتاً غرلاً بوهماً فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصل سعيراً والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يضمى بعدها أبداً والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار ثم قال المؤلف ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر كما في حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمته فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحماً وحمماً فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين ثم قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت وهذا الحديث متفق على صحته ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين لما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هذا الحديث قال أخرج البخاري طرفا منه من حديث ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة وفيه فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وليس فيه حديث ابن عمر ثم علي مع التسليم بأنه رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين في الفضل والخلافة وصحف الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث وروا أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله وهو يقصد بهذا الرد على الرافضة الذين يكفرون الثلاثة الخلفاء الراشدين ويرون أنهم لا يستحقون الخلافة ثم من بعد عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان رضي الله عنه من بعد عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه يعني أن أبا بكر يشهد له بالفضل ولهذا قدمه على غيره ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له ثم رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبضوا عليها بالنواجد وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد ثلاثون سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه الخلافة من بعد ثلاثون سنة هذا رواه أبو داود في سننه والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وأبن أبي عاصم في السنة وابن حبان فيه صحيحة فقال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم وقد صححه الإمام أحمد واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيد بن الجراح في الجنة وهو حديث رواه الترمذي وابن حبان فيه صحيحة من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما في حديث بسعيد الخدري عند الترمذي والنساء وأحمد وابن حبان وعند بما جواب الحاكم فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة كما رواه البخاري ومسلم ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل لعلنا نؤخر الكلام على موضوع التكفير لأهميته إلى الدرس القادم وهو الدرس الأخير ونكتب بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر